السؤال بعد كده من حساب علي محمد عرفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي شراء الفكهة والحلويات وتوزيع على روح الميت في ثواب للميت وهل رؤية الميت في المنام بصورة حلوة هل هذا دليل على أن الميت منعم في قبري ولو رأى عكس ذلك فهل يعزب في حاجة اسمها خلينا نبتد بالسؤال الأول أنا لما أنفق ده آه يصل الثواب لهذا الميت لما أقول بعد ما أنفق اللهم هب مثل ثوابي ما أنفقت لأبي لأخي لحبيبي فيصل إليه الثواب لأن ده يبقى من باب الدعاء بظاهر الغيب والدعاء ده تمستجاب إن شاء الله يبقى أنا لما أوزع الحلويات أو أوزع الفكهة أقول اللهم هب مثل ثوابي هذه الصدقة لأبي لأمي لأخي لزوجي آه يصل يصل إن شاء الله طيب ده سؤال لا ولان السؤال الثاني بيقول إيه بقى هو أنا لو شفت الميت في رؤية إن هو منعم ده يبقى إيه ده من عجل البشرة ده يبقى من البشرة مبشرات طيب إذا رأيته خلاف ذلك لا مش بالضرورة يكون ده إذن الرؤية عتكون بشرة طيب بقول ليه مش كده لأن النفس الوقت اللي إحنا فيه ده وقت معروف إن هو وقت أزمة وقت فقد فاحتمال كبير عشان وقت الفقد ده تأدي النفس الأمارة بالسوق وتدخل بالسور السوداء فيبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى على كل حال سواء كان منعم في قبره أو كان سواء كان جات لي رؤية مش جيدة أنا في الحالتين أعمل إيه؟ قات وأزود من الأعمال الصالحة وأبعت الهدايا لحبيبي الذي انتقل إلى حياته البرزخية فأفعل الأعمال الصالحة وأقول اللهم هب مثل ثواب أعمال الصالحة لحبيبي فلان إن شاء الله يصل إن شاء الله